صباح الخير حكايتنا النهاردة عن الفنانين اليهود في السينما المصري ونبدأ بتوجه مزراحي واحد من أعملت السينما المصري مصري من أصل إيطالي اتولد في سكندري وأنتج عدد من الأفلام المهمة في السينما المصري وقام بتأسيس أول نقابة للسينمايين في مصر مع المخرج أحمد بدرخان واكتشف عدد من المواهب الفنية وأنشأ ستوديو سينماي وجهزوا بأحدث الأجهزة ومن الأفلام اللي أخرجها سلفني 3 جنيه الساعة 7 وشلوم الرياضي إلياس مؤدد اسمه الأصلي إليا مهزب ساسون اتولد لأسرة مصرية وعيش في حرط اليهود واشتغل ساعتي وهي مهنة والده ويشتغل مونولوجست في الأفرح واشتهر بيبقانوا لأسرة